اهلا وسهلا بالجميع ومرحبا عودنا والعودة واحمدوا بعد غياب شوية طويل اعتدر من الجميع ان شاء الله الجميع يكون بخير واهلا وسهلا بالمشتركات الجدد معي ان شاء الله القناة نالت اعجابكم تحياتي لجميع المتتابعات وشكا للجميع اللي اسكسالية كل واحدة واسمها والله اغبت تعليقاتكم تفرحني اغبت لضروف ضروف صحية وضروف عائلية ورجعت ان شاء الله معكم ونحن نواصل بالاعمال باذن الله تعالى كما اليوم جينا بهذا صدر كروشي يا رب يا رب نال اعجابكم هذا هو صدر تكون من لونين على شكل حرف الفي نزين بهذا اه الازرار والاعمال بالكروشي والخارز هذا هذا نسميم انا الحلزونات سينتهم بالغرز البيكو كي معكم تلاحظوا ان شاء الله ما هي بينا اعجبكم هذا هو صدر اه تتعانها اليوم الى كان اول مرة تشاهد القناة فضلا وليس امان اشتركي في القناة وتفعلي الجاس ليصلك الجديد من اللون الاخضر تنين ووزيت تنين مش حاجة بديت في تنين ولكن مش حاجة مش بزاف الدوري ادالي اتنين كبات فقط الاخوات اللي سكسيش حال سيديلك من من قبة الخيط رح نبدو على بركة الله احنستعمل اه كروشي رقم واحد فاصل خمسة وعشين مليمتر من الخلف تمانية احنستعمل هادا النوع تعال الخيط يعني اغلبيا نستعمله دهو نوع اه جيد هذا رقم خمسين بزاف اخواتي سكسوني على نوع الخيط والكبة كيفية تجي هادا هو الخيط اللي يعني نستعمل في الاغربية تسدوها تعال كروشي ونقص البداية تانا هتكون اه هتكون الخيط على اتنين اخوات هتكون بسلسلة هدي السلسلة فيها ميتين وواحد غوزة ميتين وواحد غوزة نحن بداو بزوج اه باتنين كبات ونزيدو ونحن نبدو بسلسلة بسم الله سلسلة فيها ميتين وواحد غوزة ونقص البداية رح نعمل سلسلة فيها ميتين وواحد غوزة ارجعت معاكم اخدمت منية غوزة كي وصلت المياه رح نحط في المياه في الغوزة المياه معين هكذا في العين كان لي سميها عين كان يسميها غوزة كل واحده لسلنا كل واحده كفا يسميها هنحط انا معين ونواصل في الغوزة المياه هنحط معين ونواصل الغوزة اللي كنا هما ميتين وواحد خدمت ميتين وواحد مغوزة هكذا وحطينا في المياه الاولى معين وقعدت لنا مياه وواحد هدي الجهة هنحن نطلع بثلث سلسل واحد اثنان ثلاثة ونعمل اعمود في الغوزة رقم اربعة احواصل لعمل اعميدة في كل غوزة بلفة واحدة حتى اصل الى المياه التانية تقعد لي غوزة في الوسط وهذه الغوزة اللي في الوسط هذي الغوزة اللي في الوسط هي المنتصف يكون عندنا مياه من جهة ومياه من جهة وغوزة واحدة هي المنتصف تأسدام اعمل في كل الغوز مياه عمود بلفة كنوصل الغوزة مياه واحد وهي المنتصف احنا نرجع معكم اعملت في كل اه غوزة عمود هنا عندنا مياه غوزة اه اه هنا في هذي الغوزة المياه واحد رح نعمل المنتصف رح نحيي هذا المعين بتاع المياه التانية هاي يكون المنتصف احنا نعمل تلتة اعميدة في نفس الغوزة واحد اتنين تلاتة نطلب تلتة سلاسل واحد اتنين تلاتة في نفس الغوزة احنا نعمل كذلك تلتة اعميدة هكذا تلتة اعميدة في نفس الغوزة تلتة سلاسل تلتة اعميدة ويعتبر المنتصف تأسدام مياه مياه واحد يرجو عندنا ميتين واحد نغازة احنا نواصل انا نعمل العميدة المتبقية هذو المياه لهذه الجههة كملت الاعميدة تكون عندنا الحفل الفيه هنا في المنتصف هذا هو احو واصل العمل عادي احنا نعمل هنا تلتة ثلاثة احنا نطلب تلتة ثلاثة واحد اتنين ثلاثة احنا نقلب العامل وفك كل عمود هحنا نعمل اعمود الاميدة اللي عندنا احنا نعمله عامود حتى اصل الى المنتصف هنا اعملت فك كل عمود عمود وصلت الى المنتصف في المنتصف احنا نعمل تلتة اعميدة واحد اتنين ثلاثة اتنين ثلاثة اضرب تلتة ثلاثة واحد اتنين ثلاثة جاد كذلك ثلاثة اعميدة في نفس الفرغ هكذا الاميدة سوف أقفل حواصل عادي في كل عمود عمود هادا هو العمل تعمل على طول السداء هذا هو العمل هكذا لما نقوم بأسطر نفس العمل في المنتصف سأقوم بأسطر ثمانية وأنتم العرض التي تفضلون كيف يقوم بأسطر كيف يقوم بأسطر والعرض التي تتعلمون فيه ما ماما العرض التي تتعلمون فيه سأقوم بأسطر أعطى ثمان أسطر وأعطى معكم كملت حتى أصلت إلى عدد أسطر ثمانية ولا أعطى فقط أعطى عرض كبير هنا اختيار لكم يرجع نواصل العمل احنا نطلع بثلاث سلاسل انا ديت غير ثمانة اسطار نطلع بثلاث سلاسل واحد اثنان ثلاثة احنا نقلب العمل احنا نعمل هنا تمانية اعمدة اثنين تلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمانية اعمدة نطلع بثلاثين غازة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة احت عشر اثنى عشر تلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية تسعة عشر نطلع نطلع بثلاثة عشرين غرزة نطلع كذلك بثلاثة غرز واحد اثنان وثلاثة في الغرزة رقم اربعة احنا نعمل اربعة اعمدة واحد 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 اثنان اثنان تلاثة ابا الغزة اللي بعدها كذلك نعمل اباة اميدة احنا عمل في كل غوزة ابات امدة واحد اثنان تلاتة اربعة ننتقل الى الغوزة اللي بعدها حتى ننهي العشان والغوزة واحد اثنان ثلاثة اربعة وهكذا الغوز اللي عنا كامل عنا عشرين نحن نعمل في كل غوزة اربعة امدة واحد اثنان ثلاثة اربعة اواصل بنفس هذه الطريقة فكول الغوز اللي عندنا هنا احنا اطلعنا بعشرين غوزة احنا نعمل في كل غوزة اربعة امدة حتى نصل الى هنا عملت فكول الغوزة اربعة امدة كما راكم تلاحظوا هكذا تكون عندنا هذا الشكل الحلزوني الدائري هكذا هناك وصلت للاعمدة سندخل هنا في العمود الثامن اللي اطلعنا به هذا ونعمل غوزة ثلاثة اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة ستة ثلاثة ثمانية 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 آمدة ونطلب عشرين غوزة نفس الشيء اللي عملنا هنا احنا نعمله هنا على طول السدر حتى اصل الى المنتصف ثمانية ثمانية آمدة نطلب عشرين غرزة في كل غرزة نعمل أبعد آميدة يتكون عندكم هذا الشكل نعملو غرزة حشو في ثامن عمود وواصل العمل احواصل العمل واصلت العمل بنفس طيقة عملت هادو حلزونات هكذا وصلت الى المنتصف هنا نعملو نفس الشي هنا قعدوا لي ستة اعميدة عملت ستة اعميدة وزدت هنا اثنين اعميدة في الواسط باش يجعو هدنا تمانية باش يجينا الحساب قد قد من الجي هادي ومن الجي هادي هنا كنا نخدمو عشرين غرزة احين نطلعو هنا بابعين غرزة باش يجي في المنتصف شوية طويلة اي طوالين هادو حلزونات اح نطلع بابعين غرزة ونعمل نفس الشي في كل غرزة أبعد آميدة هنا طلعت هنا كما قلت لكم بابعين غرزة وعملت نفس الشي في كل غرزة اعملت ابعد آميدة هنا طلعنا باثنين اعميدة في الواسط هنا قلت لكم بابعين غرزة حشو في العمود الثاني وطلعت بثلت سلاسل هادو وعملت عمود وعملت نفس الشي ابعين غرزة وفي كل غرزة ابعد آميدة قلت لكم بابعين غرزة حشو في العمود الاول وطلعت بعمود هنا في الواسط هنا قلت لنا ستة اعميدة نعمل نفس الشي هنا احطلع بستة اعميدة باش يجينا الحساب منا قد منا ستة اعميدة ونعمل عشرين غرزة ونعمل نفس الشي اربعة اعميدة في كل غرزة ونواصل لعمل بثمين اعميدة حلزون بثمين اعميدة حلزون ان شاء الله يكون الشهر التاعي واضح جونا الطوال في الواسط هنا هكذا انا حواصل العامل هذا في الجهة المقابلة تاع السدر انهيت العامل على طول السدر كم من العامل تاع هذه الحلزونات في هذه المحلة حنزين هذه الحلزونات بلون مغاير انا فضلت هذا اللون دائما نقول لكم اللون اختياري انا هندخل عليه هذا اللون على الحلزونات كما راكم تشوفو الانوان دائما اختيارية وكل واحد والدوكتور في الانوان اح اعمل عقدة البداية بسم الله بسم الله سنجي الى هنا بداية الحلزونات هذه دي هن عندنا اختيارية هندخل الخيط المغاية ها اعمل غرزة هاكذا هنعمل تلت غرز هاشو واحدة اثنان ثلاثة نطلع بخمس غرز واحد اثنان اثنان ثلاثة اربعة خمسة ونعمل غرزة تبيكون هكذا كذلك تلت غرز حاشو واحد اثنان نخفي هذا الخيط مع الغاز وهذه ثلاثة هاكذا ونطلع خمس غرز حاشو واحد نطلع خمس غرز واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ونعمل غرزة تبيكون هاكذا واحد اثنان ثلاثة نطلع خمس غرز واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ونعمل غرزة البيكو احواص لهذا العمل حتى نهاية الحلزونة هدي حتى الهون ثلاثة غرز حشو نعمل غرزة البيكو لما تكونه من خمس غرز ثلاثة غرز حشو وهكذا خمس غرز غرزة البيكو حتى انهي الحلزونة انهي اتعمل هذه الحلزونة احقطع الخيب هكذا نحن نزين جميع الحلزونات اللي عندنا بنفس الطائقة هاتي ان شاء الله تكون الطائقة كانت واضحة ثلاثة غرز حشو وغرزة البيكو غرزة البيكو تكونه من خمس غرز سوف نخبض لعمل على طول السدر على طول هذه الحلزونات اللي عندنا اكيد احن نحرك الخيط نحن نحن نحقل لخيط البريكي نحن نحن نحقل لخيط البريكي بجينا لخدمة جميلة سوف نحن نحواصل العمل كملت العمل تزينت الحلزونة هادو كما عاكم تلاحظو هادو تقريبا انهينا عمل تاسده لكن انا هنزينو بعدو هادو الزرار وحاملتم بالقراشي وزينتم بالخار السادة احنا نزل تاعي كتاعم في فيديو اخر احنا حطوه هاد الهنا بالضغي و هاد الالك احنا بالضغي في الوسط الفار احنا لساكم مصد سلاسك بسم الله كنت تحطيتوا بسخل بسم الله واحدة ان شاء الله يعرفي هذا استرعينا لأعجبكم سهل و بسيط نزيد هذه الثالثة احنا هنا كده هذا هو سيداتانات عنها اليوم انا اعجبكم اخدري من الدوري اتنين كبات فقط والاخضر اتنين وضفت اتنين لكن قليلا فقط من الاخضر ما تشيريو اربع كبات من اللون الاخضر هو اي لون تفضله الدوري اتنين كبات الخيط اللي تزيدوه اتنين كبات فقط هذه الطائقة الازرار هدو وحننزلهم فيديو اخر ان شاء الله ما تنسونيش اخواتي في اللايك الى كان اسدلكوشي من الاعجابكم وان شاء الله يا ربي في الملتقى في اعمال اخرى ان شاء الله دمتم في عيتي الله وحفظه والسلام عليكم وحمد الله تعالى وبركاته